مصدر قلق صحي كبير بالنسبة للعالم الحديث عن اليمن التي أضحت تشكل كما تقول منظمة اليونسيف محلة خوفات مع تفشي الجائحة الدولية كورونا المنظمة الدولية التابعة للمم المتحدة فسرت توصيفها لوضع الصحة في اليمن بكونه مقلق للغاية اعتماداً على انهيار المنظومة الصحية في البلد الذي يعيش حروباً منذ خمس سنوات تأثير انهيار المنظومة الصحية في اليمن خطير على كل المواطنين لكنه أكثر سوءاً على الأطفال وقد طالب المدير الإقليمي لليونسيف تيد شيبان بسرعة تلبية احتياجاتهم من أجل ضمان وقف معدل الوفيات بينهم فهناك وفق إحصائية اليونسيف مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية لا جديد بخصوص تحذيرات المنظمات الدولية عن الوضع الصحي وتداعياته على اليمنيين خصوصاً على النساء والأطفال لكن التخوفات الدولية ترتبط هذه المرة مع تفشي وباء كورونا في العالم وتسجيل أول حالة إصابة له في اليمن وفي ظل انشغال العالم بالدفاع عن نفسه فإن المنظمات الدولية تحذر من صعوبات توفر الرعاية الصحية في ظل السمرار المواجهات العسكرية وعدم قدرة المجتمع الدولي التوصل إلى هدنة طويلة الأمد